التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون هكذا نص دستور الجمهورية اليمنية إلا أن الناظر لواقع التعليم خصوصاً التعليم العالي يجده يعاني من العديد من المشاكل المتراكمة في ظل الصراع القائم في البلاد منذ سنوات عديدة فانقطاع مرتبات الأكاديميين تسبب بنقص كبير في أعدادهم بالجامعات الحكومية الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى ومخرجات التعليم الجامعي في البلاد سعت الجامعات الخاصة لسد الفراغ الذي أحدثته ظروف الصراع الدائر في البلاد بالجامعات الحكومية فاستقطبت عدداً من الأكاديميين بالجامعات الرسمية وحاولت توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة وهنا يكمن التساؤل التالي هل نجحت الجامعات الخاصة في سد الفراغ الذي أحدثته ظروف صراع الدائر في البلاد بالجامعات الحكومية أم إن الظروف الراهنة كانت فرصة في صف الجامعات الخاصة وأصبح التعليم العالي تجارة ربيحة تجني منها بعض تلك الجامعات الأموال الطائلة من خلال فاضها رسوماً مرتفعة على الطلاب ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة بل أيضاً تعاني بعض الجامعات الخاصة من مسألة الاعتراف بها داخلياً وخارجياً ومن أجل تنظيم التعليم العالي في البلاد وتقنينه لابد من وجود رقابة على جودة التعليم في الجامعات الخاصة والرسوم المفروضة فيها من قبل السلطات الحكومية المعنية وأمام هذا الواقع المرير الذي تمر به البلاد هل أصبح الحصول على تعليم عالي يلبي تطلعات الطلب متاحاً للمقتدرين مالياً فقط وإذا كان الحال كذلك فإلى أين يمكن أن يتجه الطلبة من الأسر ذوات الدخل المحدود في ظل ضعف مخرجات الجامعات الحكومية في الوقت الرابع ترجمة نانسي قنقر